السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام وعصول الله اليوم نحن نرى اليوم نرى علي عزب بيكوفيك في المنزل هو الأولى في بوزنيا اليوم نرى علي عزب بيكوفيك رئيس بوزنيا السابق لماذا نرى علي عزب بيكوفيك اليوم؟ لأنه تقلق 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 السلام الذي نادى به وحققه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحدابية علي عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك في عزب بيكوفيك يجب أن تقلق للمنزل ورى الحمد يأتي إلى بوزنيا ورى الحمد ورى الحمد ليس كثيرا للمنزل في عزب بيكوفيك هو بدأ يدخل في محاورات السلام ويبني السلام بالرغم من هذا السلام في هذا الوقت لم يكن عادل خاصة لكثير من البصنوين هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحدابية ويذهب هو ما فعله في نقاف الحدابية ganzen النبي الحدابية لقد أسألهم المسلمين للغادر للغطاء They were asking the Prophet ﷺ to send any Muslim to them again And this was not a just treaty في صورة حدابية الكفار المشركين رفضوا أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وشطبوها في صورة حدابية المشركين رفضوا النوم يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله في صورة حدابية رفضوا أن يخلي المسلم اللي يبقى مشرك يرجع لقريش والمشرك اللي يبقى مسلم يرجع لقريش فكان الصلح غير عادل تماما لكن كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أنه هو بيبني السلام وبعد ثلاث أيام أو بضعة أيام من انتهاء من الإمداء على السلام ربنا نزل سبحانه وتعالى صورة الفاتح ومن ثلاث أيام من ثلاث أيام من انتهاء ربنا الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى صورة الفاتح لتجعل المسلم في مكة هذه كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كانت رؤية علي عزة بغفة هذه كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهات بحية رؤية الرسولе أ Blech الناس كانوا يعتقدون أنه كان شخص고 كيف يسأل هذا الوحيد تلك الوحيد بعض الناس اعتقدوا أن العلي عزيبيكويتش كان غير واعي ولا يحمي شعبه وكيف يقبل بهذا السلام الغير العادل لكن هذه نفس الرؤية التي رأاها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بنا السلام مع قريش في صلح الحديبية وكان سلام أيضا غير عادل لذلك 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 يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم علي عزة بيكوش وإن نيلسون ماندلا لديه نفس الشعور على الناس وإن حتى الناس في رواندا في 1994-1995 ومع ذلك أن أحد ملايين من الناس كانوا يقتلون في قليل من قليل لديهم نفس الشعور مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفس الموضوع حصل في رواندا بعد ما قتل قرابة من مليون شخص وحصل أيضا في أفريقيا بعد الاستعمار أو بعد التفرقة العنصرية للبيض ضد السود فيها لمقات السنين وهم بنوا السلام اللي قد ينظر إليه أنه السلام غير عادل لكنه أصبح في الآخر استقرر السلام في جنوب أفريقيا استقرر السلام في رواندا وأصبحت رواندا حاليا من أكتر البلاد في أفريقيا في سرعة النمو والاستقرار في رواندا حاليا من أكتر البلاد من أكتر البلاد من أكتر البلاد في أفريقيا اليوم بنتكلم عن السلام اليوم نتكلم عن السلام السلام هو الحياة والسلام هو بناء المجتمعات والسلام هو بناء النهضات وبناء اللي هو الحضارات إلى آخره والسلام أيضا هو بناء الاستقرار والاقتصاد في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكدسة أور وأتمنى وأتمنى أن كل واحد منكم ينبغي هذا لأساعد الناس بوزنيا لتحققها وأتمنى أن كل واحد مننا أن يساعد البوصنوين على استقرار السلام واستكمال بناء السلام وبناء البوصنة وأن نبني السلام في كل مكان في العالم وأمUpdo بأن تساعد أحد الأصلاق أن نبغي easiest for peace فيه أو الأولى لوFL أتمنى أن يساعدوا من يبنون السلام في أي مكان في العالم سواء في مكان المسلمين أو مكان غير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيس بي أعبو نيو